جالي خشونة رجبة اعرف منين انها خشونة رجبة واعمل ايه اولا لابد ان نفرق بين حاجة اسمها الناس كلها مشهورة عندها قولك رجلي بتطرقها وبين الخشونة اللي فيها طرقها في الرجبة الخشونة يعني اربع عراض يعني الم شديد يعني تورم يعني طرقها يعني اهم حاجة بقى فيهم ايه ان معدل الحركة بيختلف يعني انا مثلا عم تعود قتني رجبتي لحد كده هو لأ الاقي نفسي مش قادر اتني رجبتي مش قادر لحد الاخر مش قادر ارفع رجلي لحد الاخر فيبقى هو ساعتها دي اقول الاربع عراض دول مع بعض يقولون ان فيه خشونة سؤال عندي الاربع عراض مع بعض هل في يعني فيه ادوية جلوكوزامين ده موجود هل انا اخد جلوكوزامين عمال على بطال لا احنا لابد ان الاول خالص لابد نعرف هنا في اني مرحلة مفيش مرحلة انا مش عايز يجيلي خشونة مش عايزي خشونة يبقى فيه حاجات اولا لازم ايه نمتدي ايه نتعلم اول حاجة لابد 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 الوزن زايد لابد يعني ان احنا استاذ جمال ان احنا لازم ننزل الوزن لان حركة الكيلو جرام الواحد من زايدة الوزن في الجزء يعادل خمسين كيلو عرجتين متخيل خمسين كيلو يعي لو انا زايد خمسين كيلو في خمسين بقالتين وخمسمائة كيلو على رجبتين فانت النهاردة بتقول لي يا مالا غمق ليه كده مال كل حرب بتقول مالا غمق ليه كده لأ ما لسه حنوصل ان شاء الله لسه كمان ده لسه يعني لأ حنوصل ان شاء الله ان شاء الله ما فيش حاجة غمق ان شاء الله ان شاء الله فهي الفكرة في ايه احنا الحكاية بسيطة خاصة لو التجربة انا تجربة شخصية انا نفسي شخصية التجربة شخصية انا كان عندي نفسي انا نفسي عندي عن شكل في الركب وكان فيها بيها 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 تقلم وبيها تقلم منه وحصل ان انا قلت لأ مش هينفع وقف بقى وخس خسيت خمسطاشر كيلو تخيل حالك ان كل الاعراض كلها وخفة الحركة والطلوع والنزول وكل كل 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 تغير 180 يعني يعني اول حاجة لازم نخسط تاني حاجة نشرب ماية كتير جدا جدا ليه نشرب ماية كتير جدا الجدا الجفاف من الحاجات اللي بتكسر الخلايا بسرعة جدا جدا يبقى انا بالتالي مهم اقوى اشرب الماية تالت حاجة تيبقى حاجة اسمها مواد التهاب مواد التهاب دي بتبقى موجودة يعني حاجة الحاجات المواد دي بتكسر جدا 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 مع زيادة السكريات والدهون في الاكل يبقى يبقى في حاجات بسيطة في ايدي اهو للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة